هلو هاور يو اي هوب يو ار فاين ازاي اكوا عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير اهلا بكل الطالبة اللي متابعيني درسنا النهاردة درس سهل جدا ومفيد لس ستارت يلا نبتدي هناخد النهاردة دمائر الملكية وصفات الملكية هنعرف ازاي نفرق بينهم وازاي نستخدمهم ويلا نبتدي اي تحول لماي والماين امتى يا ميس اي استخدم ماي واستخدم ماين نقولنا دمائر الملكية وصفات الملكية لو قلت انا عندي عربية او العربية دي بتاعتي this is my car المثال بيقول العربية دي بتاعتي this is my car لو جي اسم الشيء هستخدم ماي لو ما جيش اسم الشيء المملوك هستخدم ماين توضيح اكتر لو جيبنا دلوقتي عربية يعني car لو جيبنا دلوقتي car عربية وحبت اقول العربية دي بتاعتي العربية دي ملكي هاقول this is my car this is my car يبقى يبقى لما جيب اسم الشيء المملوك هستخدم ماي لما جيب اسم الشيء المملوك هستخدم ماي حبت اقول car is mine ده 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 مثال تاني مثال تالت it's mine اول جملة this is my car هذه سيارتي this car is mine it's mine يبقى ماي جيب بعدها اسم الشيء المملوك انما ماي مش بيجي بعدها حاجة وبتبقى بمعنى ملكي او خاصاتي the it's mine it's mine انها ملكي i تتحول لماي والماين تتحول لماي مع صفات الملكية وماين مع ضمائر الملكية يبقى i تتحول لماي وماين يبقى نحفظها i تتحول لماي بيجي بعدها اسم الشيء المملوك انما ماين مش بيجي بعدها حاجة he بمعنى هو he بمعنى هو وفوق هنا كان عندنا i بمعنى انا he بتتحول لهز بيجي برضو بعدها اسم الشيء المملوك لو عايزة اقول مثلا القلم ده بتاعي بتاعه هو هيبقى his بن يبقى his بن ألمه his بن ألمه انما ملكه his it's his انه ملكه she she هي تتحول لهير تتحول لهير وهير أو yours they there أو theirs there بنسل theirs we our 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 house منزلنا أو ours يبقى المنزل ده بتاعنا ملكنا قلنا مثلا hair book ثاني ضمار الملكية وصفات الملكية ضمار الملكية mine has hairs yours theirs hours يبقى كلهم منتهيين باس معادة mine ضمير i بيتحول الى mine ضمير ملكية mine بمعنى ملكي وهنا هنخلوها انا هتبقى ملكي هو ملكه his she hers ملكها you yours ملكك they theirs ملكهم we ours ملكنا نحن we اللي هي بمعنى نحن they هم you أنت أو أنت أو أنتم أنتما أنتنا إنما صفات الملكية i بتتحول لmy بيجي بعدها اسم الشيء المملوك he his she her she her لما نلاقي شي في الجملة ووراها her من غير اس هنعرف طبعا إن إحنا لازم نجيبه اسم الشيء المملوك you yours yours في ضمائر الملكية نركز إنما you your لو جي بعدها اسم الشيء المملوكي دي قعدة ثابتة في جميع الضمائر إحنا عندنا ضمائر اللغة الإنجليزية سبع ضمائر ضمائر مفرد وضمائر جمع ضمائر الآي والهي والشي والإت واليو والزي هنا كمان ضمائر في ضمائر إت نسبته في الآخر عشان هو مميز إت هو أو هي بس الإيه يمس لغير العاقل يعني إيه غير العاقل؟ يعني حاجة زي نبات جماد حيوان هتبقى إتس نو قلنا مثلا دوت المنزل أو البيت بتاع القطة الأكل بتاع القطة وهكذا حيبها إتس ملكها أو ملكه بس الإيه يمس أميرة لغير العاقل غير العاقل نبات أو جماد أو حيوان إنما هي وشي هي بمعنى هو للعاقل للإنسان وشي بمعنى هي للعاقل للإنسان هي مفرد مذكر وشي مفرد مؤنس أمثلة للتوضيح هذا الكتاب ملكي هنا ماين مش بيجي بعدها اسم الشي This is my book This is my book جي بعدها اسم الشي المملوك جي بعدها اسم الكتاب الكتاب ده بتاعي هي وشي وقت لو ذكرنا الاسم للأشياء الدمير من غير الاسم لو قلنا This is her car This is her لازم يجي بعدها اسم الشيء المملوك إنما heres مايجيش بعدها اسم الشيء يبقى her بيجي بعدها اسم الشيء المملوك إنما heres ضمير لوحده مش بيجي بعدها اسم الشيء المملوك Is this your book هل هذا كتابك Yes it's my Yes it's my نعم هو ملكي خدنا الدمير ماين بمعنى ملكي Are these colors for them هل هذه الألوان لهم Yes there are نعم هي ملكهم I تحول لي my والمين He تحول لي his والهز She لهير والهير You your yours they theirs we our ours it it's يبقى نحفظهم كويس ونعرف إن my وهز وهير ويور وزير وعور مش بيجي بعدهم الايه مش بيجي بعدهم ايه لا بيجي بيجي بعدهم الاسم المملوك ركزوا معايا يبقى my car has been hair book your book their pencil our house مستنياكم في التعليقات تكتبوا لي اسامي الحاجات اللى عندكم my house my cat my car my pen my pencil my color وهكذا mine مش بيجي بعدها الاسم يبقى دمائر الملكية mine his hers دمائر الملكية في s كلهم منتهيين باسم عادة mine وده كان درسنا النهاردة اتمنى تكونوا استفدتم تشجيعا مننا اللي نستمر برجاء اعمل لايك وشير وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته good boy